شرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر لابد نحذر من أنواع الشرك الأكبر والأصغر سوز تورده بيز ساقبالشوز كليك شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار جيميقرده شرك تغلقان بوسو هذا البواد من أنواع الشرك مختلفون قال الجيميقرد عن أكبر بذdel Jesus جيميقرده شرك أربما هذا القصة إلى العبد هذا الب Page 19 يعمل بالأصغر يработف أوعدهم يعتقد أننا الجن أو أصحاب القبور هم بأدهم جلب المنافع دفع المظار أي عبادة تصرف الغير الله شركك بار دعا غير الله خاف من غير الله خوف من الله خاف من الجن مثلا نعم لا تصرف العبادة إلا لله الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر الشرك الأصغر صاحبه لا يخالد في النار خلود أبدي الشرك الأصغر الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله مثال مثال الحلف بغير الله عندكم يحلف يحلف بأمي مثال إنسناطي ممنين قسامي يحلف بحياتي يحلف مثلا بالنعمة بالخبز بالطعام مثلا بالطمق يحلف بالوالي يحلف بالجابال يحلف بالأنبياء والرسل مثلا بالطول يحلف بالطول إذا تحلف احلف بالله أو لا تحلف يحلف بالطول يحلل من جونة يحلهم كل جونة يحلل من جونة يعني يحلهم حل مصاعد يحلل لبدافح يحلل من جونة مثلا أن الوالي يحلل على الرضاق يعني يقول لو لا سايق الحافلة لا حادث حادل الأصل يقول أحيانا أبدا واندن أبدا أبدا واندن أبدا أبدا أبدا